طبعا حدكم شايفين وامتابعين اللي بيحصل في الأراضي الفلسطينية الوضع في قطع غزة الأزمة المشتعلة في السودان التوترات في منطقة البحر الأحمر لكن كمان من فترة اضاف لهذا المشهد المأساوي الحقيقة التطور مهم حصل في إفريقيا أو تحديدا في الصومال مذكرة التفاهم أو الاتفاق اللي تم توقيع وما بين أسيوبيا وما بين ما يسمى بأرض الصومال طبعا المنطقة الانفصالية وبطبيعة الحال الصومال أكدت على رفضها لهذا التفاهم أو هذا الاتفاق وجمعت الدول العربية بكل تأكيد وموقف مصر كان موقف سريع وحاسم ورافض لهذا الاتفاق وصدر بيان مهم وقوي اللهجة الحقيقة من وزارة الخارجية المصرية وقتها بالإعلان عن رفض مذكرة التفاهم دي والتأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال وطبعا ما فيش في يعني يكون في أي محاولة للإفتئات على وحدتها وسيادتها النهاردة لي بقول مقدمة دي لحضراتكم لأن زي ما تابعتم وشفتم كان النهاردة الصبح في قمة مصرية صومالية حصلت في أسر الاتحادية ما بين الرئيس عبدالفتاح السيسي طبعا ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال وكان فيه جلسة مباحثات بخصوص الأوضاع الأخيرة وبخصوص طبعا هذا الاتفاق والحقيقة النهاردة من خلال المؤتمر الصحفي كان لرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة مهمة ورسائل قوية وشديدة اللهجة كان من خلالها بيأكد بطبيعة الحال على العلاقة الطيبة اللي بتجمع مصر بالصومال ورفض الدولة المصرية الاتفاق الأسيوبي الأخير وأنه طبعا يعني يكون في مجال للتعاون والتنمية لكن إنك تروح وتعمل اتفاق بهذا الشكل اتفاق أحادي عايز أقول حضراتكم أرض الصومال دي أو صوماليا لاندا أو يعني اللي بيكلموا عنها مفيش أي دولة في العالم اعترفت بيها الدولة الوحيدة اللي اعترفت مع الاتفاق ده كانت أسيوبيا وخطورة إن يكون لها منفذ على البحر الأحمر بشكل يخالف القانون والأعراف الدولية أرجع لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي النهاردة قال إن احنا في مصر كان لنا موقف واضح تم تسجيله بخروج طبعا البيان الخاص بوزارة الخارجية المصرية وأكد الرئيس رفض مصر التدخل في شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها وقال إن الصومال دولة عربية وليها حقوق وفقا لمساق جامعة الدول العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد لها وأكد الرئيس وبكل وضوح إن مصر مش هتسمح لأي حد إنه يهدد الصومال أو يمس أمنها وإن محدش دي برضو كانت رسالة قوية محدش يجرب مصر محدش يجرب مصر أو يهدد أشقائها خاصة لو أشقائها طلبوا منها التدخل وقال الرئيس عبدالفتاح سيسي وكانت رسالة طمأنينة لشعب الصومال إن احنا وبفضل ربنا هنكون معاكم وقال كلام ده للدنيا كلها قال أنا بوجه رسالتي دي للدنيا كلها إن دايما التعاون والتحاور بعيدا عن أي تهديد أو تدخلات أو مساس طبعا بالأمن والاستقرار النهاردة كمان الرئيس أشاد بالتجربة الصومالية ونجحها في ثلاث محاور المحور الأول طبعا خاص بمكافحة الإرهاب واللي كان ليه تأثير كبير على استقرار الصومال لمدة 28 ل30 سنة النجاح الثاني إن الصومال قدرت إنها تشطب الديون اللي كانت يعني بتسقل كاهل الصومال النجاح الثالث هو رفع الحظر المفروض على الصومال من سنة 91 على توريد المعدات والأسلحة كانت رسالة مهمة وقوية وسواب تأكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي وعلى قوة مصر في محطها ومع أشققها كمان النهاردة من خلال المؤتمر الصحفي الرئيس الصومالي بدوره اتكلم عن طبيعة العلاقات السنائية اللي بتجمع ما بين البلدين على مختلف المستويات خلونا نتابع مع حضرتكم جزء من المؤتمر الصحفي ونرجع تاني نناقش هذا الملف والعلاقات المصرية الصومالية وإيه اللي بيحصل في البحر الأحمر ومن إثيوبيا